مساء الخير على الحلوين ازاي يوكو واحد واحد واحدة واحدة يا رب تكونوا بخير واموركو تمام احنا دلوقتي هنبتدي القراءة برج العزراء يلا العزراء يجمع هنا زي ما قولنا ارتخدها هيعمل شير او انتر اكشن لايكس من سوشال لايكس مهمة جدا وحبطتني جدا جدا هيبقى قراءة خاصة مجانية بكرا ان شاء الله حالة العزراء عاملة ازاي اولا شايفة ان الامور تحت السيطرة وانتعارفين السيطرة مهم عندكو قدي عندكو كوين افلانتكوز بتوحيد بالتحكم في الامور الامور تحت السيطرة وكمان رعاية جامدة جدا جدا للعزراء ولكل من يوحيط العزراء العزراء بمعنى ان العزراء يهتم بنفسه جدا يدلع نفسه وكبره وصحته وخبره على مظهره وخبره على بيته والحاجات دي كلها في حالة اعتناب حلوة كده عند العزراء وبمزاج حلو قوي قوي وكمان معتني جدا في الناس اللي حواليه بكل الاشكال ماديا عطويا وعنويا بكل الاشكال العزراء ماشاء الله اذا كان ام اذا كان قب يعني مؤزع كمية اهتمام للناس اللي حواليه بصراحة يعني يتحزوا الحوالين العزراء حب حب جامدة قوي واهتمام ورعاية حلوة جدا جدا ايه الحاجه اللي نفسه فيها العزراء العزراء زي ما بيدلع عايز يدلع تمام اهو عايز يحس انه كل ما زي ما بيهدم بالناس اللي حواليه اللي حواليه بيهدموا بيه و بيراعوا و بيقدروا و بيريحوا دي افتر حاجة بيحاول ان هو ميريحوا يريحوا عنك انت عنك انت خلاص انا هعمل مشوار ده انا هعمل الحكاية دي عايز يحس انه هو ايه قعده ايه متسلطن كده فحقه انه هو يحس اللي قدامه بيعملوه بنفس المعاملة و ياريت لو احسن ليه لا تمام ايه الحاجات اللي ممكن تساعر العزراء وتخليه احسن واحسن انا شايفة كمان ما شاء الله انه هو يعني مبهج الشهر ده و طاقته حلوة كده السفر يعني اله لو تقدر برج العزراء تخطف بعدك كده وتروح انت ايه دلع نفسك كده وورده ده من ضمن مراسم ان انت بتهتمه بنفسك وصحتك النفسية وصحتك وصحتك بشكل عام وبعدك مسافر قضي وقت حاله وفي مكان فيه طبيعة تيه هدوء واستمتع من الهدوء ده ايه كمان الحاجات اللي ممكن تساعد جورج العزراء ان نحاول ننسلت شوية السيوف اللي احنا ماشيين به هدي السيوف دي بتوحيله بين المسئوليات او الاعباء او الحاجات اللي العزراء شاكن هو المتازم نحيتها الشازم كلها تتعجب على مهلك بالراحة حاجة ممكن نعملها النهاردة ممكن نعملها تاني يوم take it easy النصيحة او الحاجة اللي حتساعدك الهدوء الهدوء سوى ان انت تروح لمكان هادي تستمتع بالهدوء فيه او انك انت تخلق الهدوء ده لنفسك متكركبش البنية فوق راسك انا ورايا وورايا ولازم اعمل وعملت نطاق الرعاية اللي انت بتراعيك هالشهر ده لا واحدة واحدة عم نفسك وتكمل بقى ان شاء الله وتبدأ تكمل من الشكل ده ايه الحاجات اللي ممكن تكون بطاعق برج العزراء الشهر ده ممكن تكون الحالة العطفية عند برج العزراء مش فضيعة حاسس ان هو وشريكو مش على الوفاق او مش في حالة انسجام علي قوي وخيانا نقول كمان مفيش صراحة الصراحة المطلوبة او الحالة الشفافية المعتاد عليها حاسس ان هو وشريكو الدنيا مش فضيعة وشريكو ده ممكن يكون شريكو عملو ممكن يكون شريكو الحقيقي حبيبو يعني فهو حاسس ان الحاجة اللي تعبى شهر ده الشريكو حاسناه كأنه مش واضح كأنه مش ماشي معاه على نفس الخط هو فودي وهو فودي مش في حتة واحدة تمام طيب بس الدنيا شكلها طبيعي وكويسة ايه النتائج اللي ممكن العزراء او النهاية المعدودة يحصل في ايه ايه الناس متوقعين صفر من برج العزراء شايف ان شاء الله بيحصل صفر شايفة كمان الناس اللي لو هو نطاق الرعاية والايتمام والتركيز ده كله في مجال الشغل شايفة انه بيحصل عنده تطور حلو جدا في الشغل عنده بيزبع كده وبيبان وبيطلع كده والسفر زي ما قلنا بيكون صفر انه هو يسافر يشتغل بره او يسافر يتفسح يعني فالمهم انه شايفة النتيجة شهر ده ممتازة وبتدي للبرج العزراء حياة من القوة والثبات وحاجة ما بيش بعد كده فانصحكم بالسفر يا برج العزراء اللي يقدر لو الموضوع الموضوع وبالنسبة للعاملة شايفة انه هو زي ما قلتو شايفة انه بيحصل النتيجة المجبود اللي بيبذل عند برج العزراء الشهر ده يبتدي يحس انه فيه حاجة بتتغير فيه تطور انا بتطور انا بعلق تمام طيب ماديا اخبار العزراء ايه ماديا اصرحها ماديا الحمد لله شايفة الدنيا بشكل طبيعي فيها تناغم ماشية كويس يعني ممكن اقول ان اللي جاي عدا اقدر لرايح بس الامور ماشية فيه ثيابية والدنيا ماشية كويسة جدا طبعية خلينا نقول ونورة مفيهاش مشاكل مفيهاش لعبة كعان صحيا الاسد ماشاء الله حلو جدا جدا صحيا كويس جدا الحمد لله وكمان الامبراطور لازم برضه حتة السيطرة انه العزراء حتة انه هو تحكي بقي شوية الشهر ده جامد صلب الرأي الفترة دي نحن اقول له احنا يعني دول امهات او ابهات او مديرين في الشغل نحاول نبدي مساحة شوية للناس اللي حوالينا علشان ما يحسوش بكاتمة تمام نبتدي شوية نبدي مساحة يعني الرأي الاخر والحاجات الزريفة العزراء الحمد لله الشيخ الأمور كويسة ممكن عطفية ما يبقاش فضيع هنشور دلوقت القرية العطفية اخبارها ايه يلا تشوف القرية العطفية والموضوع فيه فيه فلوس هل فيه مشكلة مادية عند جرج العزراء وشريكو هل هي مشكلة مادية مش عارف بس خلينا نشوف بس خلينا نشوف تمام لقد دنيا مش بس هل بقى زريف ولا ان شاء الله بصوا بقى الطاقة مبين العزراء مشريكو فيه حالة صبر يا صبر يا صاب صبر وصبر وصبر زي ما قلنا مش اللي هو لا صبر يعني متقزم وساكت فهو صبر ومستني وما بيخدش اي خطوة هو ساكت خالص وقاعد مستني رد فعل من شريكو وخلينا نقول ان الطاقة ممكن تكون كمان عكسية من ناحية التانية ان الشريك صبر بس انا شايفة في النهاية انه فيه حالة صبر وانتظار دي الطاقة اللي ما بين العزراء وشريكو صبر وانتظار وانتظار العزراء انا شايفة انه هو فيه حتة ايه اجوه شوية انا انا ومين زي انا ثقة بالنفس بيحاول يوريها لشريكو جمده جدا وعايزة شو اقول كمان انه هو يعني بيستعرض عضلاته شوية بعزويته بقى اين كانوا بقى دول عيلته بابا ومتو الولاد الصحاب انا القطرة معينة او انا بحق معينة وبشهادة ناس كتير قوي تمام؟ فمستقوي كده وايه وانا جامل جدا ما فيه ضعي اوكي شريك الاصراء الناحية التانية حالته عاملة ازاي؟ انا شايفة انه هو بيحاول يكون يعني حقاني بيحاول انه هو ينصفك او يعوضك بشكل ما وبيعوضك بالفلوس بالمادة انه هو يجيبلك حاجة بيدي لك حاجة بيدي لك بيدي فلوس للعزراء مش لازم تكون فلوس بس لا اللي انا شايفة ان هو بيدي حاجة بس الطريقة اللي هو كأنك بتشحت منه كأن انت حاجة هو مش مفروضة عليه او مش لازم يعمله الطريقة اللي بيديها لك ممكن ده يكون حقك اللي هو بيديه لك بس بيديه لك بشكل من اشكال اللي هو عد الجميل يعني تمام تمام العزراء نفسه في ايه انا متأكدة انه في حاجة عند العزراء مستخبية مش عارفها عن شريكه وحبب ان هو يكشفها حاسس انه في حاجة غضب يمكن يكون حاسس ان شريكه مثلا بيخونه او بيعرف حد تاني او ان هو مخبي عليه حاجة فالعزراء عمال يفرق نفسه يعرف ايه اللي شريكه مخبي ده خلينا اقول لكم اللي انا شايفها والله اعلم طبعا هو الشريك مش شايف ان هو في علاقة تانية ولا حاجة ولا بيخون ولا حاجة بس هو مش مبسوط هو عايز يمشي مش شارط يمش ان هو يعني يحصل انفصال تام بس خلينا نقول عايز يبعد شوية عايز ياخد بريك يفصل شوية بس مش شايف انه في شخص تاني فمش دايما يا بورك العزراء تفسير ان الشريك متغير معاك او معاك انه في حد تاني لا مفيش حد ولا حاجة بس هو مش مبسوط دلوقتي طيب العزراء شايف شريكه ازاي شايفه بقى عصبي جدا او عصبي جدا في حالة دايما في حال الدفاع عن النفس لا ما عملتش يمكن العزراء عمال يرمي اتهمات على شريكه انت بتعمل حاجه غلط او انت بتعمل حاجه غلط انت 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 او يعني فيه شكل رميه اتهمات والشريك الناحية التانية دايما في حالة ايه عمل اللي هو انا بسميه الـ Automated Self-Defense يعني حاجه اوتوماتيكيه شغاله لا مفيش محاصلاتش 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 حالة انكار تم جامدة جدا طيب نهدى شوية على اتهمات برج العزراء وزي ما تعودنا في اللايز اللي فاتت كلها يعني مش هنجمي اتهمات غلو معانا قدلة قاطعة لان كده حاجات انت بتفكر فيها او شكوك عندك ما ينفعش تتهم بيها لما يكون معانا قاطع وشهود طيب الشريك شايفك ازاي برج العزراء او هو عارف ان انت زعلان شايف ان انت بتمر بتمر بوقت صعب عاطفيا متضايق وزعلان ومهموم جدا جدا هو شايف ده بس ما تتوقعش منه رد فعل يرديك الشهر ده مش شايف ان هو بيعصاد شايف حالك زي ما قلنا هنا بقى الشهر ده عندكو طاقة الامر في طاقة تحفظ في طاقة جمود يعني كل واحد فوادي فعلا كل واحد بيكلم فوادي انت بتكلم في ناحية هو بيكلم في ناحية تانية خالص انتو مش سمعين بعض لسا لسا مش سمعين بعض استمنا شوية ونتقل الشهر ده الشهر الجاي الطب هتلغير خالص شايف ان شاء الله حالة توافق الامور هتتضح وكل حاجة هتبان كويسة جدا هتبقى واضحة جدا بالنسبة لك يبورك العزراء والشهر اللي عندك ده كلها هتشوف ان هي مكانش لها اي لازمة وما خوفك اللي عندك ده وفريق واحد والدنيا هلوى جدا جدا الشهر البعادي ايسوف بانتغس برضو حاجة حلوة جدا بداية حلوة جدا للعلاقة زي ما تقولوا ايه بتعملوا ريفراش بتدوسوا ريستارت العلاقة بترجع بتستمد طاقة جيدة وبتتجدد وحاجة ما شاء الله حلوة جدا فلا تقيمش الموقف على ما هو عليه دلوقتي ده عادي بتمر بيها علاقات كتيرة جدا وحبها تطمينك يا برج العزراء لو انت الان وعندك شكوك ان الشيك بيخون لموصل الشرخيانة ومشايف احيانة خالص اللي انا شكا بس حالة ايه ممكن يكون برضو حالة ادفاع عن النفس المستمرة دي بتتعب برضو يا برج العزراء فنحاول بقى يعني من ابتهاء مش حتى بالتأثير يعني مش لازم تكون بتتهمه بحاجة ان انت مؤثر معا يتبلش دلوقتي يعني خان قول فيه اوقات الشريك ممكن يسمع فيها الشكوى دي باوقات ما بيضطرش خان قول للشهر ده مش من الاوقات الحلوة اللي كانت تبتدي تعبر عن نفسك حاول تستنى شوية حاول تشتغل شوية على ابداعك يا برج العزراء الشهر ده بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا في المجالات دي اللي فيها ابداع رسم مزيكا الحاجات دي اه فيه طاقة ابداع عندك حلوة قوي استهل لها استهل لها كويس يعني ما تحاولش تخلي اه اي مشاكل عاطفية عندك ان هي تأثر على حتة الابداع عندك شعر ده لان هي متقلقة اي مش بس كده روحانياتك كمان اطلقها ابدع اسرح بخيالك عيش خيالك يعني اطلع من الوقع المادي حاول ان انت تطلق ابداعك وخيالك تمام ده هيفيدك جدا لو مشكلة بمسلا عاطفية عندك ان كنت تريد تخرج من المشكلة شوية طبعا احنا عارفين ان كل اللي مملؤ جوا المشكلة كل اللي مبتدي ايه ما نقيمش الموضوع صح اخرج شوية ورجع تاني زي مشريكك عايز يعمل بالذات وعايز يخرج شوية ويرجع تاني دي حاجة هتفين جدا جدا ان شاء الله في العلاقة وهتفيدك كمان في شغلك جدا جدا بالذات لو شغلك بيعتمد على الابداع التأمل كمان حاجة كويسة جدا ويساعدك كتير ان يبقى عندك افكار حالي نورتوني حبيبي بحبوكوا قوي 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 تصبحوا على الف خير واشوفكم ان شاء الله بعد بكرة بيبوكوا